حين كانت ارمينيا واذربيجان جزءا لا يتجزأ من الاتحاد السوفيتي منذ روسيا القيصرية سنة 1805 وشهدت معارك خلال الحرب الاهلية التي اعقبت الثورة البلشفية وخلال الحكم السوفيتي والحق اقليم ناگرونيك كارابخ بجمهورية اذربيجان السوفيتية ومن هنا بدأت الحكاية ولم تنتهي وبعد الانهيار السوفيتي اصبحت حالة البلدين بين تجدد للاقتال وتوقف مؤقت وهكذا دواليك ليصل القتال بينهما في هذه الايام الى سخونة غير مسبوقة منذ عقد التسعينيات الذي اودى بحياة ما لا يقل عن 30 الف قتيل ونزوح مئات الاف الاشخاص معظمهم من الاذريين تصاعدت حدة الاشتباكات لليوم الخامس في اقليم كارابخ بين الجيشين الاذري والارميني على عدة محاور في جورانبوي وترتر شمالا وجبرائيل جنوبا ومن اللاثت ان وقع الهجوم الارميني وقع بالقرب من خط الانبيب المتجه لجورجيا وتركيا وشدد الرئيس الاذري الهام علييف ان وقف القتال متوقف على انسحاب القوات الارمينية لدينا شرط واحد فقط على القوات المسلحة الارمينية ان تغادر اراضينا على الفور وبالتأكيد بكامل عتادها وقواتها اذا التزمت الحكومة الارمينية بهذا الشرط فسيتوقف القتال وسفك الدماء واحلال السلام في المنطقة لكن احلال السلام الذي تحدث عنه علييف لا يبدو بهذه السهولة وقالت وزارة الدفاع الارمينية ان قواتها اسقطت طائرة مسيرة اخرى تابعة للجيش الاذري واشارت الى ان الوضع في جبهات القتال مازال متوترا بينهما على ان الرئيس الارميني ارمين ساركسيان قال اذا لم يتدخل المجتمع الدولي لايقاف الحرب في كارباخ فان القوقاز سيتحول الى مشكلة معقدة تشبه سوريا على حد وصفه وعلى الرغم من هذه التصريحات الدبلوماسية يبقى الواقع الميداني مشتعلا داخل مثلة حدودي في منطقة تفوز القريبة من الحدود التركية الاذرية والارمينية وهي حدود ستدفع بالموقف التركي للوقوف الى جانب اذربيجان بل واستخدم المسؤولون الاتراك عبارات من قبيل نحن معا دولة واحدة وبالاخص انها مناطق تعتبر حديقة تركيا الخلفية في البلقان واسيا الوسطى فالى اين تتجه الامور فيما لو توسعت الجبهات وتصاعدت المعارك هل هي حرب بين دولتين ام حرب بين دول اقليمية ارادت تحريك الملف عبر اذربيجان وارمينيا وارمينيا اشتركوا في القناة